الانترو بتاعنا عن البسكت يعني النهاردة الحقيقة فيه انتصار جديد حقق النادي الاهلي في كرة السلة على نادي بيروت النتيجة خلصت او المباراة خلصت اربعة وثمانية وثمانين يمكن مع صفات الحكم في نهاية المباراة بكرة استطاع انه يخلصها تومسون في اخر ثانية لعبنا المحترف الحقيقة المباراة شهدت سجال ما بين الفرقتين تقدم بيروت اللبناني وبعد كده نادي الاهلي يعود ويطلع وبعد كده بيروت يعود ويطلع ودل او دل فبيدل على قوة الفرقتين النادي الاهلي النهاردة بشكله الجديد استطاع ان يفوز النادي الاهلي النهاردة بلعبته الشباب اللي تم الدفع بيهم مع الخبرة اللي تم دفع بيهم ايضا استطاع انه يحسم المباراة النهاردة اربعة وثمانينة وثمانين حسين ان الفرقة لها شكل جديد حسين ان فيه روح جديدة النهاردة الحقيقة المكسب كان مهم جدا لان انت لما توصل قبل النهاي الموضوع بيختلف والفرقة بتاخد ثقة أكتر لما تكسب ماتشي زي ده بعد ماراثن زي ده لا أكيد بيفرق وعايز أقول لكم إن احنا إن شاء الله النهاردة في فرقتنا التانية وزي ما يكون كان قلبنا حاسس وطبعا عندنا سقة في فرقتنا في فرقتنا التانية اللي حوارية هيكون معنا كابتن شريف علي يمكن كابتن شريف علي بقاله كتير ما ظهرش على شاشة قناة النادي الأهلي كابتن نادي الأهلي وكابتن منتخب مصر السابق والمدير الإداري لفريق كرة السابق نادي الأهلي واللي حقيقة يعني هو مدير إداري نادي الأهلي نجح يحصد بعض البطولات الكبيرة منها بطولة أفريقيا اللي كانت على صالة النادي الأهلي في ديسمبر 2016 كابتن شريف علي كنا جاهزين كل المعلومات وكل البيانات عن الفرقة في التلات ماتشات اللي كانت في المجموعة في تلات مباراة لعبها الفريق في المجموعة جمعنا لكم كل الأرقام وكل اللاعبين وإحصائياتهم قبل المباراة وكان عندنا ثقة أن الفرقة تكسب النهاردة وهنعلق كمان وهنجيب إحصائيات ماتش النهاردة ماتش النهاردة هنجيب لكم إحصائياته وفنيا إزاي قدرنا نتغلب على بيروت وإيه مفاتيح اللعبة كانت هناك هنحلل لكم كأنكم اللي ما شافش الماتش من أرقامه النهاردة بإذن الله هيعرف فرقة الأهلي عملت إيه في المجموعة وهيعرف كمان فرقة النادي الأهلي عملت إيه في مباراة النهاردة الميزة النهاردة في المباراة ان احنا شفنا عناصر شابة واخدى الثقة والعناصر الكبيرة حاسة بالاريحية وابتلعب لما ملاقيا عناصر شباب بتقوم بدورها في الملعب نفس الوقت المحترفين يعني تمسون وفاكوادي الحقيقة قدوا اللي عليهم المحترفين استطاعوا في الوقت الحاسم انهم يحط اربعة بنت فرقوا معنا جدا وهو ده دور الاجنبي والنادي الاهل بيدور على نوعية الاجانب دي ما كانش الاجانب هيجي يعمل الفرق فاللعب المصري افضل شفنا ادارة فنية على الخط جيد انا مش عايز اتكلم بالتفاصيل بس انا بوصف لكم المباراة النهاردة يعني اوبرول كده المباراة كان شكل ايه بس هنتكلم عنها بالتفاصيل النهاردة في الفقرة الحوارية اللي هيكون معنا فيها كابتن شريف علي نجمي طبعا النادي الاهل ومنتخب مصر في كرة السلة اكيد عنده كلام كتير وبالمناسبة احنا كنا متفرج على المباراة قبل الهوى شفنا كل حاجة اكيد هنتكلم مع حضراتكم تابعونا اكيد في حاجات فنية كتير هتسمعوها النهاردة ان شاء الله تخص كرة السلة بالمناسبة في مباراة الاتحاد والوقرة شغالة دلوقتي هنلاعب اللي كسبان منهم هنلاعب اللي كسبان منهم الشوت الاول خلص للوقرة 17-15 على فكرة المدير الفني الوقرة ايهاب جلال كابتن ايهاب جلال وهو مصري اذا النهاردة قدرت المباراة مصرية خالصة ما بين الاتحاد السكندري والوقرة القطري ولكن المباراة شغالة دلوقتي احنا نقول لحضراتكم نتيجتها اكيد واحنا على الهوى لو خلصت واحنا مع حضراتكم ده كان بداية اول خبر كان لازم نتكلم عنه هنروح لكرة اليد كرة اليد اذا وحداكم عارفين بنلعب دلوقتي الادوار الترتبية الادوار الترتبية الاهلي بيجاهز نفسه عشان يلاعب الحوار بدوري محترف اليد والفريق اول لكرة اليد بالنادي الاهلي بقيادة مديره الفني كابتن طريق محروس جاهل مواجهة فريق الحوار في جولة السابعة في دوري المحترفين الفرقة لعبت ست مطشط فاتت كسبنا خمسة خسرنا مباراة من نادي الزمالك كل دي ادوار ترتبية مهمة طبعا ان انت تطلع ولكن انت في الاخر هياخد اول ستة اول ست فرقة هنطلع ان نلعب دورتين رايح جاي دورتين مجمعتين يعني هتلعب حوالي ستة يبقى عشر مطشط وبعا كده هياخد اول اربعة يلعبوا الدور النهائي بقى من جولتين تانين يعني اربع فرقة يبقى ست مطشط تانين دوري طويل الدوري منتظر انه يخلص في شهر خمسة او ستة اللي جاي لسه كتير قوي والفترة دي هتبقى كافية ان اللعيبة تكتسب خبرات الحقيقة تفيدها ينقص اللعيبة الخبرات فريق شاب ينقص الخبرات بتهلم على المطشط دي اكيد هيكون فيه مزيد من الخبرات يكتسبوا هذا الفريق طيب خلينا نروح لكرة السلة سيدات بطولة القاهرة شغالة دلوقتي زي ما بطولة القاهرة